عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسمط لاستعراض مستجدات عمل الوزارة ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الرامية لإضافة قدرات جديدة على شبكة الكهربائية وخطة عمل الوزارة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية هذا واستعرض وزير الكهرباء نتائج زيارته مع وزير البترول إلى السعودية لبحث مشروع الربط الكهربائية